المناسبة كان فيه لقطة حلوة جداً مبارح من لعيبة النادي الاهلي اللي احتفلوا بعد المباراة بعيد ميلاد طفل أسواني جميل وسط حالة من الفرحة العارمة حتى ما بين اللاعبين نفسهم والجهاز الفني للفريق لقطات كانت جميلة جداً كلها إنسانية وكلها جمال طبعاً يعني الطفل أكيد مخدود من ناحية ومن ناحية تانية أكيد جواه فرحة كبيرة مها برضو يعني مش أي عيد ميلاد اللي هو احتفل بيه ده قد يكون أكتر عيد ميلاد مميز في حياته النادي الاهلي دايماً حاضر في كل المواقف ولا سيما المواقف الإنسانية اللي فيها تاتشات زاد بعد كده عميق وجميل تحية كبيرة لعيبة النادي الاهلي ما ده الرقية بقى في الأداء زي ما بتقال يعني فيه ناس بتتعبر عن الكيان اللي هي بتنتمي ليه واللي بيبقى كيان راقي وفيه حاجات تانية يعني وفيه أمور أخرى دايماً وفيه نقيد زي ما بتقال مش أيض محترمة وجميلة وإنت النادي الاهلي كل ما بتروح أو لما بتسافر أي مكان بيبقى ليك عشاق في هذا المكان وبيبقى فيه ناس مستنيينك وناس بتسافر لك مخصوص أنت لازم بتكون بتعبر عن الكيان اللي أنت جاي منه أنت كان محترم على مر التاريخ كله مشهد جميل ومشهد متكرر كمان مش بس في أسوان يا كريم في أي دولة تقريباً أو أي مكان النادي الاهلي بيروح علشان يلعب مطشاته بتلاقي دايماً حاجة زي كده وإحنا بنعرضها دايماً عندنا فده متوقع جداً بس هي حاجة فعلاً تفرح وفعلاً كان فيه الفيديو ده تحديداً تشرب شكل كبير على السوشيال ميديا أنا شوفت مبارح من أكتر من موقع يعني مش بس تويتر لأك على كذا بلاتفورم وماتش أسوان ده على فكرة كان في كواليسه حاجات كتير نتج عنها فيديوهات حلوة شفناها اللي من اللي فات في منهم مثلاً فيديو هما الفريق بالكامل وجهاز الفني والإداري كانوا راحين يركبوا حاجة زي قارب أو مش عارف مثلاً عارفها الأوتوبيس النهري في نهر المني اللي راحوا من خلاله اللي المكان التدريب حاجة جميلة زي تاكس النهري كده ماشي أيوة بالظبط ماشيين مبسوطين حاجة جميلة أسوان بلات جميلة لا أسوان جميلة على فكرة جداً جداً أنا بحبها جداً يعني يمكن أكتر من اللقصر كمان أنا بحب أسوان جداً رحتها كذا مرة بيها طبيعة خاصة وأهلها حتى هم كاملينهم طبيعة خاصة ناس فعلاً طايمين جداً